عندي أسرة مكونة من ثمانة أشخاص يعني أسرتي أصابها العمل ثمانة أشخاص من أسرتي أصابهم العمل العمل كامل عندي عيالي ثلاثة وابن ابني وبناتي اثنين وزوجتي أصابهم العمل كامل جاءت التلبية سريعة لمساندة أسرة أبي سالم الذي يعيل ثمانية مكفوفين فقدوا البصر بفتارات متقاربة مع أمهم وكانت شركة الفجر البديع أحد المساهمين بتوفير العلاج أنا أبو سالم اللي عرضت مشكلة أسرتي على قناة صلاح الدين صراحة نشكر قناة صلاح الدين لأن جانا وفد من بغداد يعني سرعة الاستجابة والناس متواصلين ويانا يعني أول بأول يعني أنا أشكرهم كثير جزاهم الله ألف خير أنا أشكر الأستاذ صلاح الدين صالح جزا الله ألف خير والله كثير من أمثال إن شاء الله كان الإصرار على مواصلة الحياة رغم الظلام الدامس الذي يعيشه الأولاد محط الإعجاب وحجة على الأصحاء رغم ما نشوف بس ما أيسنا من حياة درسنا الثاني ما أشوف كما تثاث متوسط خارجي أخي عبد العز ما يشوف وأسهل من فضل الله بالجامعة مرحلة رابعة علوم حديث ليجد هذا الإصرار تضامن الكثيرين ومد يد العون استجابة للتقرير الذي قامت به قناة صلاح الدين عن عائلة سيد أبو سالم المكفوفين عدد ثماني بقوة توجيه من الأستاذ صلاح الدين صالح رئيس مجموعة شركات الفجر البديل أمر بتخصيص مبلغ مالي كمساعدة مالية إلى السيد أبو سالم ليس غريبا أن يترجم معنى التكافل الاجتماعي واقعا في بلاد عرفت بالكرم وتصدرت به دول العالم ترجمة نانسي قنقر